هل تم تحديد ليلة القدر وفي أي ليلة بالضبط؟ هل يمكن أن تأتي ليلة القدر ليلة 21 أو 23 أو 29؟ ولماذا أخفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن موعد ليلة القدر بالضبط؟ وأخيراً كيف نقوم ليلة القدر وندرك هذه الليلة العظيمة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أيها الأحبة ليلة خير من ألف شهر وليس من ألف ليلة من ألف شهر يعني من نهار وليل هذا الشهر لمدة ألف شهر انظر كم الأجر عظيم جداً وكم نحن غافلون النبي عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب يحب لنا الخير لذلك لو أخبرنا أن ليلة القدر ستكون في ليلة محددة ربما نجتهد في هذه الليلة وننسى بقية ليالي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الخير لأنه يحب لنا الخير لأن الله أرسله رحمة للعالمين أرسله قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم تخيل هذين الإسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى الرؤوف والرحيم لم يصف بهما أحداً من الخلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الرحيم تكررت 114 مرة في القرآن بعدد سور القرآن كاسم من أسماء الله الحسنى والمرة 115 صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمة رؤوف تكررت أيضاً في القرآن ومرة واحدة كصفة للنبي عليه الصلاة والسلام بقية الآيات هي اسم لله وصفة لله سبحانه وتعالى ليقول لك إن هذا النبي أرسل رحمة ورأفة بنا وأنت إذا كان لديك طفل جميل مدلل تحبه تحب له الخير تحاول أن تكسبه أكبر خير ممكن فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب لنا الخير فأخفى عنا هذه الليلة وقال التمسوها في العشر الأواخر طبعاً أنا لدي مجموعة أحاديث هنا أيها الأحبة أحب أن نتدارسها اليوم لأننا في هذه الأيام قد تكون ليلة القدر اليوم أو بعد غد أنت لا تدري لأن هناك خمس احتمالات لليلة القدر أخي الحبيب الليالي الوترية أو ليالي الوتر الوتر العدد المفرد الشفع العدد الزوجي يعني العدد واحد وتر العدد اثنان زوجي ثلاثة وتر أربعة زوجي خمسة وتر ستة زوجي وهكذا فلدينا خمسة احتمالات لليلة القدر ليلة واحد وعشرون ثلاثة وعشرون خمسة وعشرون سبعة وعشرون تسعة وعشرون هذه الليالي الخمسة يمكن أن تأتي فيها ليلة القدر فهذه الليالي ينبغي أن نجتهد بالدعاء بالعمل الصالح بالصلاة بقراءة القرآن وتدبره طبعا من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تصور ليلة واحدة تمحو ذنوبك كاملة ولو كانت كأمثال الجبال وإياك أن تظن أخي الحبيب أن الله لا يغفر الذنب إياك أن تظن أن هناك ذنبا لا يغفر حتى الشرك بالله يغفر على فكرة نحن كثيرا ما نقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ونظن أن المشرك والملحد لا توبة له لا لا يغفر له إذا مات على الشرك وإلا العرب كانوا مشركين يعني سيدنا عمر بن الخطاب مثلا كان من المشركين ولكنه لما تاب غفر الله له بل وأبدله هذه السيئات أبدلها حسنات لذلك في أواخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون انظر إلى هذه الجرائم العظيمة الشرك بالله وقتل النفس والزنة الفواحش ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضعف له العذاب ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات تخيل أنك كنت تغرق في مستنقع الإلحاد وأنقذك الله من هذا المستنقع كل الذنوب كل الشتائم التي شتمتها للمسلمين كل ما حاولت أن تشوهه من خير تشوه سورة الإسلام تشوه الحق كل هذا كل هذه السيئات يبدلها الله لك حسنات فقط بمجرد أن تتوب وتؤمن وتكثر من الأعمال الصالحة إذن من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مهما كان هذا الذنب إذن هذه الأيام مناسبة أخي الحبيب أن تقوم يعني هذه الأيام حتى آخر ليلة في رمضان والقيام كما نقول دائما ليس فقط الصلاة تدبر القرآن قيام الاستماع للقرآن قيام التفكر في خلق الله قيام أنت الآن تستمع لهذه المحاضرة هذا نوع من أنواع القيام العلم النافع مجالس العلم هذا قيام وإن النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم الصحابة لو أن النبي إن عزل وذهب يتعبد الله بعيدا لن يصلنا الإسلام أو من الإسلام شيء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبادته وقيامه كانت الدعوة إلى الله نشر العلم النافع طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان في الوتر يعني 21 23 25 27 29 خمس احتمالات وسبحان الله هنا ملمح لطيف لاحظته أن سورة القدر خمس آيات إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كم آية خمسة بعدد احتمالات ليلة القدر وكلمة القدر كلمة القدر ذات هذه الكلمة القدر خمسة أحرف أيضا انظر إلى التناغم والانسجام حقيقة أخي الحبيب الله وتر يحب الوتر وتر يعني الله فرد واحد سبحانه وتعالى فالأرقام الفردية في القرآن لها إعجاز وليست عبثا وليلة القدر كما قلنا يمكن أن تكون لهذه الاحتمالات فإذا قمت العشر الأخير أو على الأقل كل يوم أحرص أن تفرغ ولو نصف ساعة من وقتك في الليل لتدبر القرآن وصلاة ركعتين مثلا وإذا أضفت لهما عمل صالح سلة رحم تتصل بإنسان قد قطعك فتصل هذا الإنسان تتذكر أن إنسان بحاجة لشيء من الطعام تقدم له الطعام فلان بحاجة لكلمة طيبة تواسيه بكلمة طيبة كل هذا صدقة والكلمة الطيبة صدقة والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس كرما وعطاء وأجود يعني أكرم ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم طبعا هنا أيها الأحبة هل يمكن أن تكون ليلة القدر تتنقل كل عام تختلف من عام لآخر هذه أسئلة غيبية أخي الحبيب لا يمكن أن ندركها لأن ليلة القدر هي أصلا أمر غيبي مخفي عنها فقد تأتي هذه السنة ليلة 21 السنة القادمة 23 السنة التي بعدها 29 وهذا الأمر الله أعلم به لا نستطيع أن نقول صحيح أو خطأ طيب ليلة القدر لها علامات نعم ولكن هذه العلامات حقيقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من دون شعاء إلى آخره أيضا هذا أمر غيبي لأن كلمة شعاء لا ندري ما معناها ولا نعلم كيفا الشمس تخرج بدون شعاء أو تطلع بدون شعاء فلذلك كل الأحاديث التي تتعلق بليلة القدر أنا أعتبرها أحاديث غيبية الهدف منها أن يحفز فينا كثرة العمل والعبادة يعني أنت إذا كنت تحب إنسان تحب له المزيد من الخير المزيد من العطاء لاحظت أخي الحبيب فهنا يعني الأحاديث التي وردت في سر ليلة القدر مثلا السيدون بن عباس كان يؤكد أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر يعني ليلة سبعة وعشرين لأن حقيقة القرآن أنزل على سبعة أحرف والله خلق سبعة سماوات طبقا وخلق من الأرض مثلهم سبع أراضين أيضا أو سبع طبقات للأرض جعل أيام الأسبوع سبعة جعل الطواف حول البيت العتيق سبعة أشواط والرمي سبع جمرات السعي بين الصفة والمروة سبعة أشواط السجود على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم عدد طبقات الذرة سبعة عدد ألوان الطيف الضوء سبعة حتى العلامات الموسيقية سبعة علامات الطبيعية فقرات الرقبة هنا سبعة وبعض الدراسات تقول طبقات الجلد سبعة وإذا ذهبنا نعدد الرقم سبعة لا نكاد ننتهي وكأن هناك نظام كوني يقوم على الرقم سبعة في القرآن الكريم هناك نظام رقمي محكم يقوم على الرقم سبعة دلالات هذا النظام أخي الحبيب أن أول رقم ذكر في القرآن هو الرقم سبعة يعني لو بدأنا بقراءة الفاتحة ثم بدأنا بقراءة سورة البقرة أول رقم نصادفه هو الرقم سبعة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبعة سماوات وهو بكل شيء عليم الآية 29 سورة البقرة أول رقم ذكر في القرآن هو الرقم سبعة عدد أبواب جهنم سبعة لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف وهذا أيضا أمر غيبي لا ندري هل هي لهجات هل هي أوجه إعراب هل هي أوجه البلاغة لا ندري سبحان الله أيضا أخفاها عنا ولكن النبي أراد أن يربط يقول انتبهوا القرآن له علاقة بالرقم سبعة هنا لطيفة عددية أنا أحب كل واحد أن يفكر معي فيها أول آية أول آية تتحدث عن رمضان أو عن الشهر هي شهر رمضان يعني كلمة شهر تكررت في القرآن أخي الحبيب ذكر الشهر شهرين أشهر إلى آخره وشهور أيضا هناك كلمة شهر مفردة ذكرت 12 مرة بعدد أشهر السنة كما قلنا والشهر بمشتقاتها ذكرت عشرين مرة في القرآن ذكرت عشرين مرة في سبع عشرة آية الحقيقة أول آية منها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان إذن أول آية ذكر فيها الشهر ارتبطت برمضان وإنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن طيب آخر آية أنا هنا لدي هذا البرنامج وسأبحث عن كلمة شهر يمكن أن نتأملها معا أحبتي في الله أحاول أن أظهر هذا الأمر انظر أخي الحبيب هنا هذه كلمة شهر بحثت عنها هنا أنا أول آية هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تمام؟ طيب سأنتقل إلى آخر آية انظر معي هنا سأنتقل إلى آخر آية ما هي آخر آية؟ انظر ليلة القدر خير من ألف شهر انظر أخي الحبيب ليلة القدر خير من ألف شهر يعني كلمة شهر أول مرة وردت مع رمضان وإنزال القرآن وآخر مرة وردت مع ليلة القدر وليلة القدر أنزل فيها القرآن الحقيقة عبارة ألف شهر هنا خير من ألف شهر هذه الآيات التي عددها سبعة عشرة آية انظر معي هنا النتائج أخي الحبيب لو بحثنا داخل هذه الآيات عن حروف ألف شهر ألف شهر يعني أنا سأكتب هنا سأكتب هنا ألف شهر انظر معي أخي الحبيب الألف في هذه الآيات التي عددها سبعة عش آية حرف الألف ذكر 362 مرة حرف اللام 277 مرة حرف الألف الفاء 272 وكلمة شهر الشيم 33 الهاء 139 وراء المجموع المجموع يعني عبارة ألف شهر في هذه الآيات التي ذكرت فيها كلمة شهر تساوي ألف انظر معي أخي الحبيب هذه النتائج هنا انظر معي إذن تساوي ألف أظن أنها واضحة جدا يعني الله وضع في القرآن كلمة الشهر كررها بمشتقاتها سبعة عش مرة سبعة عش آية هي عشرين مرة ولكن في سبعة عش آية أول آية تتحدث عن إنزال القرآن وآخر آية تتحدث عن ألف شهر فحروف ألف شهر الألف اللام الفاء الشين الهاء الراء هذه الحروف الستة عددها في هذه الآيات ألف عددها كم ألف هنا انظر أخي الحبيب سبحان الله يعني شيء يعني مذهل الشيء الثاني المهم يعني أنا ذكرته سابقا ولكن أحب أن نتأمل فيه لأنه شيء معجز فعلا سورة القدر نحن هنا إذا عرضنا سور القرآن وذهبنا إلى سورة القدر هذه هي سورة القدر رقمها سبعة وتسعين إذن سورة القدر رقمها كم أخي الحبيب في القرآن رقمها سبعة وتسعين هذه هي رقمها رقمها انظر معي هنا سبعة وتسعين طيب سورة القدر تتحدث عن إنزال القرآن النبي قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إذن أنا التقط من حديث النبي رقم سبعة والقرآن فيه 114 سورة إذن أنزل القرآن يعني 114 سورة أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متى في ليلة القدر طبعا هو نزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا أو نزل من السماء السابع من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل مفرقا إذن أنا لدي هنا العدد الأول 114 هو عدد ماذا عدد سور القرآن والعدد سبعة هو عدد الأحرف التي نزل عليها القرآن إن القرآن إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فالإعجاز العدد أو النظام الرقمي في القرآن يقوم على الرقم سبعة وأول سورة فيه السبع المثاني الفاتحة سبع آيات وهو 114 يعني أنا عندي عدد 114 وسبعة انظر الآن سنأخذ من سورة القدر لآخر القرآن سنأخذ السور من سورة القدر أنا سأقوم هنا على البرنامج بتحديد هذه السور 18 سورة انظر معي هنا أخي الحبيب هذه السور عددها 18 سورة من سورة القدر إلى آخر القرآن كما فعلنا مع ألف شهر الحروف ولكن هنا سنبحث عن حروف ليلة قلنا ليلة القدر سنبحث عن حروف ليلة في هذه السور من سورة القدر لآخر القرآن حروف ليلة هنا إذا كتبنا كلمة ليلة انظر معي أخي الحبيب سيعطينا عددا غريب حروف كلمة ليلة سيعطيني 114 ضرب 7 هو العدد 798 انظر معي هنا هذا تفاصيل هذه تفاصيل الأحرف 114 مضروب في سبعة حروف ليلة طيب حروف القدر انظر معي حروف القدر أيضا 114 في سبعة نفس الرقم سبحان الله انظر معي أخي الحبيب هنا 114 مضروبا في سبعة يعني الله عز وجل انزل ليلة سورة القدر وضعها في هذا الترتيب قبل 18 سورة من نهاية القرآن وفي هذه السور التي عددها 18 جعل حروف ليلة يعني لام ياء لام ها تاء المربوطة هي ها طبعا هذه الحروف الأربعة حروف ليلة تتكرر أو عددها هو 114 في سبعة عدد سور القرآن في الرقم سبعة الذي هو يعني أشار له سيدنا ابن عباس أن القرآن أنزل في الليلة السابعة من العشر الأخير يعني هناك علاقة بين الرقم سبعة وبين انزال القرآن لأنه أنزل على سبعة أحرف وليلة القدر غالبا يعني غالبا ليس مؤكد هي الليلة السابعة من العشر الأواخر والقرآن 114 سورة فكلمة ليلة حروفها 114 في سبعة وكلمة القدر حروفها أيضا 114 في سبعة طب المصادفة هنا لا يمكن أن تتكرر لا يمكن أن يأتي هذا التناسق بهذا الشكل المذهل يعني لذلك هنا أحبة في الله لو أردنا أن نبحر في عالم الحروف في القرآن الكريم وترتيب سورة القدر وترتيب حتى قلنا ذات مرة وهذا الكلام قديم أن سورة القدر فيها ثلاثين كلمة بعدد أيام الشهر وكلمة هي سلام هي رقمها 27 حتى 28 مطلع 29 الفجر 30 يعني الله رتبها كإشارة ولكن هذا الكلام ليس مؤكدا إنما هو اجتهاد لسيدنا ابن عباس وبعض الصحابة الكرام ونحن طبعا نستأنس بهذا الاجتهاد ويعني في هذه الليلة بالذات يمكن أن نجتهد أكثر ليلة 27 فإذن أحبتي في الله ملخص لهذا اللقاء ليلة القدر أخفى الله سرها عننا حبا بنا ولنزداد في أعمال البر وأعمال الخير الشيء الثاني كيف نقوم ليلة القدر كل يوم أحرص على أن تقوم بعمل صالح استمع للقرآن كل يوم حتى في كل أيام العمر يعني لا تذهب بعد رمضان لتعبث وتلهو وتتكلم بكلام لا يضر ولا ينفع وسيكون حسرة عليك يوم القيامة لا اجعل أكبر جزء من وقتك للإستماع للقرآن يعني عندما تدخل إلى بيتك بدلا من أن تجلس على مواقع التواصل وهذا استمع للقرآن غذي خلايا الدماء غذي الروح القرآن شفاء أخي الحبيب وقيام الليل قلنا يعني أن تقوم على خدمة أبوين هذا قيام الليل أن تقوم على خدمة إنسان مريض أن تزور إنسان مريض لتجد أن الله عنده سبحانه وتعالى أن تطعم إنسان أن تساعد إنسان أن تفك ضيق إنسان أن تفرج كربة إنسان أن تفرح إنسان وبخاصة إذا كان يتيم أن تزيل الغم عن إنسان أن تدخل السرور لقلب إنسان كل هذا هذا نوع من أنواع القيام ونوع من أنواع الاعتكاف ونوع من أنواع الأعمال التي أجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وإذكركم دائما بحديث النبي الذي ينبغي ألا يغيب عنه عندما كان الصحابة يعني يحرصون أن يكونوا قريبين منه في الدنيا وفي الآخرة فقال لهم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فهذا الخطاب موجه لي ولك أخي الحبيب إذا أردت أن تكون يوم القيامة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهل هناك أجمل من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بتحسين أخلاقك تصبر تتسامح تعفو تكرم تتخلص من الشح والبخل تحب الخير للناس كما تحبه لنفسك تقوم بأعمال البر وهي كثيرة جدا قدر ما تستطيع كلما حسنت خلقك أكثر كنت أقرب من النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم جميعا يوم القيامة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون جميعا معه إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق